السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة البنية هنعملها بمقادر مظبوطة جدا وكمان هنفرزها الرمضان هتطلع كده عطم الفريزل وتحمريها وتعملي جنبها شوية مكارونا شوية بصمة حمرة بجد احلى فطور ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا جدا يلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض ونشوف مقادرنا عبارة عن ايه معنا اول حاجة نص كيلو لحمة فرومة طبعا الكمية براحتك خالص حابة تزودة تمام بتروحي عند الجزار وتقولي له نعايزة نص كيلو لحمة فرومة مفرومة ناعم مفرومة ناعم يعني بفرمها لك على مرتين تمام كده بعد كده بقى هنبدأ نضيف عليها الورق بتاع البقدونس بس مقطعه كده صغيرة كده زي ما انت شايفها هحط منه معلقتين تمام بعد كده كمان معنا معلقتين كبار بقصمات ناعم بالمعلقة كبيرة تمام هحطهم برضو على اللحمة ولو احتجت تاني اسناء وانا شغل معاكم وبعجن هنحط تاني وهقول لكم برضو اسناء واحنا شغلين مع بعض معلقتين بقصمات ناعم هنا بقى معنا البهرات البهرات بتاعتنا معنا معلقة صغيرة فلفل اسود نص معلقة صغيرة كبابة سيني معلقة صغيرة ملح نص معلقة صغيرة كسبرة نص معلقة صغيرة جنزبيل وهنا معنا بصلايا البصلايا انا بشرتها بالمبشرة وروحت جاي رش عليها شوية ملح لوقات ما ننزلت المية بتاعتها رحت جاي مصفيها كويس جدا خدت التفل بس وسبت المية زي ما هي زي ما انت شفتيها كده هسيبها عشان نحتاجها اخر الفيديو هنا طبعا معنا بضايا كاملة البضايا الكاملة هاضربها كويس جدا كده تمام وبعد كده برضو هاضفها على المكونات بتاعتنا هنعجن بقى كل الكلام ده كده مع بعضه ولازم تعجينيها كويس جدا لغاية لما تلاقيها مسمغة كده في ايديكي وتلاقيها مسكة نفسيها وتقدر تشكلها بكل سهولة وكمان تبقى نعمة معاك اوه عجنها شوية حلوين كده زي الفل كده خلاص زي ما انت شايفها همسك واحدة برضو هشكلها كده معايا كده واشوفها مسمغة وبتتشكل معايا بكل سهولة ومش طرية لو طرية هتحط لها بقصمات مش طرية ومزبوطة معاك بقى كده خلاص تمام وزي الفل هغطيها بقى واروح جاية حطها في التلاجة وهسيبها في التلاجة لمدة عشر دقايق وبعد عشر دقايق نطلحها ونشوف برضو هنعمل ايه تاني احنا مع بعضه وحدة وحدة وان شاء الله هتجربها بجد طحفة وجميلة جدا كده طلعتها بعد عشر دقايق نبدأ بقى نشتغل كده مع بعض دي مية البصل اللي احنا عصرنا التفل حتى ناف اللحمة ودي المية بتاعته هنعمل ايه هبلق داية بس حاجة بسيطة جدا تمام واروح الجاية بقى قاطة حطة لحمة كده وابدأ بقى اعملها على شكل كفتة اهو زي ما انت شايفة كده نعمة وبتتشكل معنا بكل سهولة بتوح الجاية بقى زبطها بقى كده بتضبط الصباح عشان كل احجام توقع زي بعضيها وتبلق ديك تاني مية البصل مية البصل ميزيتها اللي هي بتدي نكهة حلوة او للحمة وكمان بتخلي الصباح الكفتة يتشكل معاك بكل سهولة ويبقى طري كده معاك بس اهم حاجة ما تبليش ايديك قوي عشان خطه اشطرية قوي معاك تمام هعمل بقى كمية بتاعتي كلها وبعدك هنرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه احنا طبعا مش هنحمر الكفتة بالشكل ده خلي بالك من النقطة دي عشان لو حمرناها وهي على شكل كفتة كده طبعا هتبقى نية خالص في قلبها قلبها يبقى نية فاحنا هنعمل حركة كده مع بعض خليكم معايا هنا طبعا اهي اللحمة خلصتها خلاص بصي ما شاء الله مسكة نفسيها ازاي نبدأ بقى ايه نحمر بقى هنجيب البقصمات وهجيب بطين تمام بالنسبة للبقصمات انا مش هتبل ولا حط عليه اي حاجة اللي احنا طبعا بتبلين اللحمة فمش هتبل البقصمات هنتبل بس البيض البيضة حط عليه فلفل اسود وملح بس كده وراح جايب الشوكة واضربه كويس جدا لازم تضربيه كويس جدا لغاية الخليط ما يبقى سايل كده معاك يبقى عامل كده زي المية تمام تفك خلص البيضة فكت اهو هزودها بقى قولي زودت البطين دول اربع معالق لبن بالمعلقة الكبيرة تمام حلوة قوي كده خلص كده خلصت البيض والبقصمات جاهز معنا نجيب بقى الكفتة بقى وراح جاي كده حطها كده ايه في البيض وبعد كده روح جايحة حطها في البقصمات تمام هدبلها كده كويس في البقصمات شايفها بعد بقى ما خلصتها روح تدايسة عليها كده ايه يعني اطبطبها شوية اهو زي ما انت شايفة كده عشان لو سويناها زي ما انا قلت لك وهي على شكل كفتة كده قلبها مش هيستوي فلازم تبططي كده عليها شوية كده اهي ده الشكل التاحها كده هحطها بقى افطتبع واعمل بقى كمية بتاعتي كلها بنفس الشكل كده حطها في البيض الاول وراح جايحة شايلها بالايدي التانية مشو نفس اليد خلي بالك وراح جايحة بطنها كده بالبقصمات وراح جايحة بتطاقها كده زي ما انت شايفة لازم تبططيها كده بس مش اوي يعني عشان الشكل بتاحها ماếيبقاش مش حيل وكده بقى حطيتهم خلاص في الاطباق زي ما انت شايفة انا هعمل لها طبقة تانية ليه طبقة تانية عشان لو حمرتها عالشكل ده هتتحرق مني فلازم احطها اعملها طبقة تانية عشان خاطر طبقة تانية دي اللي هتحافز على اللحمة وتخلي اللحمة تتحرقش وكمان تستوي معي كويس جدا فهبدأ في اول طبق انا اشتغلت فيه وهبدأ اعمله تاني احجي برضه حطاه في البيض وبعد كده حطاه في البقصمات وبطنها كويس كده تمام وروح جاي بقى حطها بقى في الطبق وبرضه آآ بططيها تاني كده بقى تأكيد منها وروح جاي حطها في الطبق كده تمام وزي الفل هنعمل برضه الكمية بتاعتنا كلها كده برضه ونفس الشكل كده برضه احطها في البيض وبعد كده احطها في البقصمات وبعد كده روح جاي مبططها بأدية وهكمل بقى باك كمية كول لها عشان ما طولش عليكم الفيديو وهم حاجة تبططيها كده زي ما انت شايفة كده لازم تبططيها كده وتحطها جنب التانية اختها خلصت الكمية بتاعتي كول لها كده كده تمام هنعمل ايه تلوقتي بقى لو انت هتحمري هتحمري تمام عادي لو حمرتها في نفس الوقت بس الافضل لو حاطيتها شوية كده في التلاجة هتمسك نفسيها عشان البقصمات ما يقعش منك في الزيت تمام ايه تلوقتي بعاز تفرزيها غطيها بكيز استريتش وحطها في الفريزل ووقتي ما تكون هتحمى هتعمل الغداء تروح الجنب تطلعها في ساعتها ما بتاخدش وقت خالص في التحمير تروح الجنب تطلعها في ساعتها كده وتروح الجاية تسيبها تفك حاجة بسطة جدا وبدأ يبقى نزله في زيت سخن هتتحمر معاك وهتبقى تحفة زي ما قلت لك جنب شوية مقارونة شوية بصمة حمرة حاجة سخنة كده بجد طعمها لذيذ جدا جدا فعلا تستحق التجربة زي ما قلت لك تلوقتي عشان الزيت ما يقعش في التحمير فانت حطها في الفريزل شوية تمسك نفسها شوية كده والبقصمات يمسك نفسه كده مع النحمة وطلعيها وبديه حمري انا بقى هشتغل معاكو كده على طول فطبعا معينا الطاصة الزيت سخن خلاص معينا هابدى يبقى هنزل كده على طول الكفتة اهو بالشكل ده كده هحط الكمية بتاعتي كلها بس هحطوش كتير اشانت رفت قلي بها برضو واول لما تشمع معايا كده بتغض لون هروح هجيم هادي عليها النور تمام اوما بدأ اتغض لون معايا خفيف جدا واحتجا يموطي عليها النار عشان تستيبوا براحتها من جواها ادي الشكل بتاعها هو زي ما انت شايفها ما شاء الله ما كشتش معايا الوحدة بوحدتها زي ما انت شايفها معين جايبة لحمة عادية خالص من عند الجزار هي اللحمة المفرومة جايبة الكيلو بتمانين جنيه يعني النص باربعين جنيه وما شاء الله زي ما انت شايفها كده عملت معايا كمية حلوة والصوابع ما كشتش معايا وزي ما هي الله اكبر اهو بابدأ بقى رصاك كده بقى على طبق كده حتى في بقى دونس لو تلاحظي بصي الصوابع اللي انا عملاني والصوابع اللي انا عملاه مستوي كله زي بعضه ما يفرش عنه اي حاجة خالص ان شاء الله هتجربوها بجد وهتعجبكم طعمها طحفة وسهلة وبسيطة وما تنسونيش باللايك بالله عليكم عشان اللايك بيرفع للفيديو ونفسي والله قناتي تكبر بعد سنتين ونص فعلا تعبنا عليها والحمد الله لكل حال فبالله عليكم وتنسونيش باللايك عشان الفيديو كده يتشاف والناس كلها تشوفو هافتح معاكوا واحدة الوقتي كمان ووريكوا قد ايها مستوية من جوة وما شاء الله مقرمشها جدا جدا انا كنت حابة ووريكوا الصوت كويس بس الصوت الارمشة كانش يظاهر معنا بصي مستوية ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته